معنا مشاهدين الكرام عبر الهاتف من مدينة مانمون سويدية عضو التحالف الوطني المعارض سيدة بيدة صميد عي مرحبا بك كيف ترى بداية توقيت زيارة وزير خارجي الإيراني جوال ضريف للعراق بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله التوقيت زيارة ضريف للعراق كان توقيتا مدروسا بثقيقة لأن إيران قبل زيارة ضريف للعراق استطاعت أن تتحكم بكثير من التصريحات العشوائية الصادرة عن العراق خاصة من الميليشيات التابعة لها حدثت تهديئة كانت هناك تصريحات كلامية وحرب كلامية وتهديدات ضد المصالح الأمريكية إيران لم تكن ترغب بذلك صدر التوجيهات من أجل تهديئة هذه المواقف لأن إيران ترغب بحدوث أجواء هادئة بتوفير أجواء هادئة إيران تميله للتفاوض مع الأمريكان وفي نفس الوقت تريد أن تلعب على مسألة الوقت مسألة الوقت تكون مكيدة لها من جانبين فيما يتعلق بالدول الخليجية تريد أن تطرح مشروعاً بتوقيع اتفاقية تعدم اعتداء على بعض من طرفها وطرف الدول الخليجية هذه من ناحية ومن ناحية الأخرى الوقت تريد أن تستفيد منه فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية القادمة لأن مسألة التنافس على الرئاسة القادمة في البيت الأبيض في الانتخابات القادمة بدأت بالحقيقة والمرشحون بدأوا يطلقون حملات انتخابية لهم وتعرفوا الإيران وجميع المراقبين يعرفون أن هذه الظروف ليست مواتية لإشعال الحرب من قبل أمريكا كيف ترى موقف عبد المهدي وحكومته يعني زيارة تطرقت للأوضاع الإقليمية والدولية وقضية العقوبات على طهران بحسب ما أعلنته الحكومة في بغداد كيف ترى موقف عبد المهدي وحكومته من هذه الأزمة الموقف الرسمي عبر عنه محمد الحكيم اليوم في التمر الصحفي وأعلن بصراحة بأن العراق يقف إلى جانب إيران وغير ملتزم في الأقوبات المفروضة على إيران أمريكيا عبد المهدي لم يصدر له منه تصريح مماثل لنعرف أن ظرف عبد المهدي حرج باعتباره باعتبار أن منصبه خلق لحد الآن لأننا نعرف أن الحكومة لم تتشكل بالكامل إلى الآن وهناك تنازع كبيرا على تولي الحكومة لذلك يحاول عبد المهدي أن يمسك العطاء من الوسط فيما يتعلق بلعبة التوازن بين إيران وبين أمريكيا ولكن يبدو أن زيارة الضريف الأخيرة جاءت لتثبيت الموقف العراقي إذن حاز عبد المهدي لإيران كما ترغب طهران في هذه الأزمة ما توقعك لرد فعل أمريكا الموجودة عسكريا على الأراضي العراقية وأيضا أساطيلها في الخليج؟ أمريكا بالحقيقة لا يبدو أنها عازمة بشكل جديد على الحبر لكنها ستواصل الضغط على إيران حتى تدعن إيران إلى طاولة المتاوضات أنا أعتقد أن الأمور ستتهي إلى طاولة المتاوضات الحرب بالحقيقة لم يعلنها إسرامب إسرامب هدد بضرب إيران في حال أنها أغلقت مضيخ فرمز وإيران قالت في البداية في بداية الأزمة أنها ستغلق مضيخ فرمز كما إذا منعت من تصدير البترول عبره ولكن إيران لم تنفذ وعدها إذا لم تنفذ وعدها فلن تحصل ضربة ضدها هذه المعازلة بسيطة جدا والإسرامب أنا أعتقد إسرامب لن يثير نزاعا ضد العراق بسبب موقف العراق من العقوبات لأن هناك مصالح بالحقيقة مصالح أمريكية في العراق العراق وضعه خاص جدا يعني أمريكا مستفادة من الأرض العراقية من أجل نشط قواعدها وتعرفوا أن العراق دولة ميليكيوية وممكن أن تفجير أي نزاعي يحول العراق إلى مسرح للحرب والحرب تتحول إلى حرب مباشرة من قبل الميليكيات من جهة قوات الأرضية المتشرة في القواعد الأمريكية من جهة أخرى الوضع حرج جدا لذلك نتوقع أن الموقف الأمريكي من العراق يكون متفهما لحالة الممالأة العراقية لإيران ويعرفت جيدا أن الإرادة الرسمية الأمريكية مرتهنة لدى السيد الإيران بالكامل شكرا جزيلا لك من مدية مانمو سعيد يعود التعالف الوطني المعارض لبيد السميدا